الجنين مش هيحتش بالمعنى الحرفي ولكن هيتأثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضرتكم حلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى إحدى الحوام خسرت جنينها للأسف بسبب إنها ما بتشربش مياه إعلقة إنها ما بتشربش مياه ويقصت إنها خسرت جنينها الحلقة دي مهمة جدا 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 يحصل إيه للحامل لو انقطعت عن شرب المياه بساعات طويلة يوم كامل أو إنها بتقصر في شرب المياه باستمرار حلقة في غاية الأهمية أرجو متابعتها بشكل جدي جدا طيب أول هام المياه بالنسبة للإنسان حية ربنا سبحانه وتعالى قال واجعلنا من الماء كل شيء حي لما الإنسان ينقطع عن شرب المياه لفترة طويلة ينقضي أجله يعني ممكن يعد صابر 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 لفترة طويلة إيه لأن يصل لمرحلة معينة مش قادر يصبر أكتر من كده فبيحصل إيه لقدر الله إنه ما بيعيش طيب الفرق ما بينه وما بين جنين صغير الفرق ما بينه وما بين جنين صغير زي الفرق ما بين ناخلة وزهرة لسه صغيرة الناخلة دي ممكن تقعد فترة طويلة ما تتسيقش مية هي مخزنة مية الظهرة الصغيرة اللي لسه بتنبت دي بتبقى محتاجة مية في الأول كذلك الفرق ما بين المرأة اللي بتصوم عن المية هي تقدر تعيش ولكن التأثير ممكن يكون سلبي على الجنين ليه ساعات طويلة والفترة طويلة وهنقول التأثير بيجي زيه أول حاجة أنا حابة بقول إن شرب المية مهم جدا لامتصاص الفيتامينات بشكل صحيح سواء كان من مكملات غذائية سواء كان من الأكل اللي حضرتك بتاكله كل يوم لو مش بنشرب مية ده مش بيساعد على امتصاص جسمك للفيتامينات والمعادن المهمة اللي موجودة في الأكل أو موجودة في المكملات الغذائية اللي حضرتك بتاخليها أو اللي الدكتور كاتبها لك مطلوب من حضرتك أن انت تشربك كام كوباية على الأقل في اليوم ثمان أكواب ولكن أحب أنوه عن حاجة مهمة حضرتك منتيش ناقة مش جمل عشان تخزين المية ساعة الصحور وتشربي مية قد كده عشان تقولي أنا هخز المية لازم المية تكون متوزعة شرب المية كتير في فترة قصيرة خطأ وخطأ 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 ده ممكن يعرضك لتسمم مائي شرب المية كمية كبيرة في وقت قصير يعرضك لتسمم مائي فالمطلوب هو توزيع المية على اليوم كله وده اللي ممكن للأسف ما يتوفرش كتير في شهر رمضان لذلك احنا من ضمن الحاجات اللي بنحذر فيها المرأة الحامل لما بتيجي تصوم لازم توزعي من المغرب لحد الصحور على الأقل ثمن أكواب مية متوزعين مش في فترة واحدة اللي هي فترة الصحور أو فترة الفطر طيب المرأة اللي اتعرضت لي خسارة جنينها وولدت ولدها مبكرة قبل المعاد ليه حصلها كده؟ حصلها كده لأنها حصلها حاجة اسمها water retention احتباس سوائل احتباس سوائل ده جاه نتيجة ايه؟ الجسم بيقول طبعا ما بيدخلش مية أنا هعمل ايه؟ هحتفظ بالسوائل اللي عندي جوه جسمي لأن الشخص ده مش بيدخل مية هيحصل ايه لما الجسم يعمل احتباس للسوائل؟ هيحصل ارتفاع في ضغط الدم ولما بيحصل ارتفاع في ضغط الدم ايه اللي ممكن يحصل؟ كذا حاجة كذا مرحلة المرحلة الاولى ان بدأت التدفقات التغزوية او تدفقات الدم التي تحمل المغزيات والتي تحمل الاكسجين للجنين بتبتدي تقل طيب لو زاد الموضوع اكتر من كده وما تسعفش ما حصلش اسعافات للمرأة اللي اتعرض لضغط الدم العالي ممكن لك قدر الله تتعرض لتسامم حمل ممكن لك قدر الله تخسر جنينها زي ما حصل معها لأيه وقت مش بس كده المية بتعتبر طاردة للسموم المية بتنشط الجهاز المناعي عند حضرتك لان وجود المية في جسمك ده بيعني انه اي فيروس او اي التهاب نثبته مش بتبقى مركزة لان زي ما المية بتخفف اي حاجة فالمية بتخفف تركيز الفيروسات والبكتيريا في جسم الانسان لذلك لما الواحد بيعيب او بيتعب النصيحة دايما اللي احنا على طول بنسمعها اشرب مية كتير اشرب سوايل كتير كمان عدم شرب المية بيعرض الحامل الى مزيد من الانقباضات الرحمية ولذلك احد الاسباب التفهة جدا لحدوث ولادة مبكرة هو ان الحامل مش بتشرب مية فبتتعرض ليه انقباضات هذه الانقباضات بتستماري بتستماري الى ان يحدث ولادة نتيجة ايه؟ نتيجة الجفاف فالجفاف هنا مشكلة كبيرة واي واحدة بيحصلها انقباضات والانقباضات دي بتشد عليها تحجير تلبطن أساو تلبطن اول اسعاف تقدر تعمله قبل ما تروح ليه الطبيب هي انها تشرب مية كتير جدا طبعا مش كتير لهي كم كبير في وقت قصير ولكن تشرب مية فشرب المية هنا احدى الاسعافات عشان تخفيف وطقة تحجير تلبطن التقلصات الانقباضات لذلك هنا المية مهمة جدا عدم شربها لساعات طويلة ده يؤثر على الجنين ده يؤثر على تغذية الجنين يؤثر على استقرار الحمل وعلى لقدر الله احتمالية حدوث ولادة مبكرة نتيجة الجفاف ونتيجة ارتفاع ضغط الدم اللي ممكن نحصل نتيجة احتباس السوايل او الوتر ريتينشن زي ما ذكرنا من شوية لذلك النصيحة اللي بقدمها لحضرتكم في حلقة النهاردة هو ان حضرتك متى شعرتي بالعطش الشديد فدي علامة مهمة جدا ان حضرتك لازم تكسر العطش ده بشرب المية لان ربنا سبحانه وتعالى حط للانسان كمان ترمستات حط له مستشعر هذه الترمستات بستشتغل في كذا حاجة درجة حرارة عالية صدع عطش شديد جوع شديد الحاجات دي كلها منبهات للانسان انه لازم ياخد باله وبرجع افكركم ان حضرتك اذا كنت تستطيع الصبر على المية فانت كالنخلة تقدر تعيش من غير مية لفترات طويلة ولكن الجنين الظهرة الصغيرة مايقدرش يعيش من غير مية لفترات طويلة وده الفرق ما بينك وبين الجنين الجنين مش هيحتش بالمعنى الحرفي ولكن هيتأثر نتيجة عدم وجود مية داخل جسم حضرتك فاخدي بالك اشكركم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة